اشتركوا في القناة اما يغسل وجه ويلبس شباح ويقعد يفرم بطاطا اما الثنتين والله ما بزبطن مع بعض شو اكثر اكلة بيشتهر فيها العزابية بطاطا مع جاج او فاصولة بيضة يعني علي الجيري اذا اني مش ماكل بغربتي بكون ماكل بكمين ديانة بطاطا وشي مزرع الجاج ليش لانها اسهل اشي بالدنيا قمزطها الجلد قطح الجاجات زيت فلفل وملح شيف ما تيجي تيجي وبس تصير لحالها عرفت لي بضل حاطها بالفرن بعدها بتستوي لحالها لأ يعني قدما سويت بطاطا مع جاج يا اخوان صرت بس اقبل عالثلاجة صارت تعرف تجاج لحالها ما اوعاه وانها فاتح لفريزر ومتبطح على القطاعة وساتري حالها بشا من فرمت بطاطا لأ مر ما بدري شو جاني قلت خلينا اطمق فاصولة بيضة مع بندورة نقعت الفاصوليات ونقعت ما حن شوية رز يعني شو بعرفني بانه الفاصولة بتفوش يوم سلقنا الوضع وانه الفاصولة بتكفي جمهورية الصين الشعبية المهم اكل يا ولد اكلت قعدت يومين واني اكل فاصولة مع بندورة خلاص ان الرزات ضلن الفاصوليات نقعنا الرزات للفاصوليات شو بعرفني انه الرز بفوش كمان المهم طلع عندي رز علي جيره لو يقلب الخليج العربي صلصة ما بيخلص المهم مرة تخلص الفاصولة ومرة يخلص الرز تسوي رزات للفاصوليات ترجع تسوي فاصوليات للرزات آخر إشي راح ما يصيبني أبو صفار من وراه لقد ما أكلت هاي فكرة بسيطة عشان تعرفوا إنه حياة العزابي دمار ولإني زلم دغري اشتركوا في القناة